كمان أيضاً داخل الوطن العربي لحد أمريكا ولحد الإزاعات اللي أسدعت الأشياء أنا توقفت جداً قدام علاقاتك الإنسانية واللي كان لها محطات داخل حياتك الشخصية كمان يا دكتور أحمد يعني والدتك وإحنا بنقول بكرة عيد الأم والنهاردة يوم المرأة المصرية وشفنا الاحتفالات اللي كانت موجودة باحتفال بالمرأة المصرية وده شهر المرأة أساساً يوم المرأة العظيمة كمان لكن الأم إن كانت في المكان الذي يمكن أن تستطيع أن تاخذ فيه قرار وتوجه ولديها بصلة ولديها فكر ولديها ثقافة تصنع شخص يغير في الآخرين أيضاً صحيح والدتك كانت لها مكانة خاصة جداً عندك جداً نعم والدتك كانت لها مكانة خاصة جداً عندك جداً طبعاً بالتأكيد هي التي صنعت أحمد تيمور ده صحيح من أول تسميتي بأحمد تيمور تيمناً بالتيمرة هي كانت تعشقها للعائشة التيمورية فسميتني هذا الاسم ثم لم تقف عند حد التسمية ولكن هي زي ما بقول بادرت باستمرار بأنها تشجعني على الإراية ثم الكتابة إلى آخر هي فبالتأكيد هي صاحبة الفضل الأول علي في الكتابة ثم بعد ذلك الحقيقة يعني أصرت فيها تأثيراً شديداً برحلها فكانت هذه القصيدة إلى أمي في جنتها وده اللي ابتدت بها المجموعة بتاعة الأعمال الكاملة صحيح هي أول قصيدة في أول أول إصدار للمجموعة الأعمال الشعرية الكاملة طب إذا أخذنا منها يعني جزء صغير عرفاناً وتقديراً وحباً للرحلة الأم العظيمة وأنت هناك بين ربوع الرضا ومراعي السلام وحاول أن أرسل الكلمات إليك فألقاك فوق الحدود العلى للكلام تطلينك الكمر المتحقب من فرط تقوى وضاءته بالغمام تطلين كالنجمة المتواضعة اللمعاني ولكنها تتحدى برغم تواضعها كبرياء الظلام تطلين من عتبات السماء سحاباً خفيضاً خفيفة البياض تجلى فإذ هو وجهك نفس الملامح حين تطالعني بابتساهم ومثل الشهاب تزيحين أضلاف شباكك الشفقي مشرب بالأرجوان المطعم بالعاج في رقة واحتشام ومثل الشهاب تمدين كفك نحوي شعاعاً عقولاً من النور مكتسياً بنسيج من الفل والياسمين أقبل كفك ثم قرير العيون أنا قصيرة طويلة شكراً لكم